اشتركوا في القناة النبي صلى الله عليه وسلم حقه عمل حزن عمه ابو طالب توفى وخديجة توفيت و لحظان تراكمت ديبو من اللوحر لأزانعي والابتلاء من قريش لما تعالى اندباد دحقيسا وديبا نفس السرطة تعالى تقول من وفاتنا ابو طالب وفاتنا خديجة حقه كمان لصوفها ناي قريش وكاشوفو قبقو والجرؤ قبقو زيادة لقد نبادير عمه صدي على وكمسال حقه قبقل على والنبي صلى الله عليه وسلم اقل لا اي حاجات كتأثير دي بققات قلمي حتي حتو حزين على وكمان اقان لاحابه لحد قايا الثرط دي بعلت هذه حقه هم يانين يبقى على فترة اللب شوية سودة بانتزاع من الولا سحابية الهدى هتا من المهاجرين اللي حبش عالد ودبوها استقران من عمروا الهدرة هذه على حر مكا كمسال عضلو تموتى ومن عددتكم صرفتنا النبي صلى الله عليه وسلم هداية حقوها بأيان عائش رضي الله عنها ما المؤمنين الأحداء ولا سس سنتatore اند levantة. قي Ellis الطيب ضيبة ولا سس سنترو fierبمكة ولا سس سنتروoine Lamani ودي بمكة ولا سس سنت relations انتو اتا ديبة النبي صلى الله عليه وسلم واتائف دا بطحية وج�� عائشة ام مرتا لكن احن لقنا لحلقة تراكم الأحزان لا تبل ديبها لينا الأحزان بدح الدبو تراكم الدبو تأكب الدبو صلى الله عليه وسلم قال لا لا ميت كهوتكم صلى ما ألف بيلا لا نقري ولا شرح اللي سماعكم طرحكم تراكم الأحزان واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت عمي أبي طالب وزوجه قديدة رضي الله عنه فقد تجر عليه وكاشفوه بالأذى وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بشدة بكل ما يحدث ولو كان أسقر وأهوى مما سبق حتى أن سفيها من سفهي قريش نثرت تراب على رأسه وجعلت إحدى بناته تقسله وتبكي وهو يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله ما نعباك ثم أرمنا سفهي أبل فيفجيبوت أبل دبو النبي صلى الله عليه وسلم أبل بكاش حي ولولا تتحت أبو منعاته وكي تبنع وتبكي منعاته وتبكي على والنبي صلى الله عليه وسلم بإليه تبكي ربي أبوك إن شاء الله حافزوته ومانعوته ولبلعلا في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بين ذلك ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب بسيك أبو طالب من الجر أدي بيعلون القريش كل من بي له صلى الله عليه وسلم زواجه بسودة ثم عائشة رضي الله عنهما وفي شوال بعد الشهر الذي توفيت فيه خديجة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زعمة رضي الله عنها وكانت تحت بن عمي السكران بن عمرو رضي الله عنه السكران بن عمرو اللي بيساته سكران سمي توتا وكانا من السابقين الأولين من السابقين الأولين إلى الإسلام وقد هاجروا إلى الحبشة ثم رجعا إلى مكة فتوفي بها السكران بن عمرو فلما حلت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أعوام وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها وأيام وفترتها وكم سنة لتوكت عائشة رضي الله عنها هبت لمن حتى أما زواجه بعائشة رضي الله عنها فكان أيضا في شهر شوال ولكن بعد سودة بسانة تزوجها بمكة وهي بنت ست سنين ودخل بها في المدينة في شهر شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين وكانت أحب أزواجه إليه وأفقه نساء الأمة لها مناقب جمى وفدائل وافرة رضي الله عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة